عايز اتكلم بقى عن صفقات النادي الاهلي وحديث كثير في الشارع الاهلاوي الناس الانا خلونا نتكلم دايما بالورع والقلم النهاردة لما نتكلم عن اسكواد النادي الاهلي الحالي اسكواد النادي الاهلي الحالي هو الافضل في مصر وفي افريقيا اسكواد النادي الاهلي هو الافضل في مصر وفي افريقيا النهاردة لما نتكلم عن حراسة المرمى محمد الشناوي طلعولي افضل حارس مرمى موجود في مصر وبافريقيا الحارس الاساسي الموجود في منتخب مصر هو مين هو محمد الشناوي معاه علي لطفي معاه مصطفى شبير معاه حراس صعدة وعدة لما نتكلم عن خط الدفاع لما نقول محمد عبد المنعم واحد من احد الركاز الاساسية في منتخب مصر ايمن اشرف نفس الحال رامي ربيعة ياسر ابراهيم ايضا من عناصر منتخب مصر مش دي النهاردة الاسكواد بتاع النادي الاهلي لما نتكلم في الباكرايت محمد هاني واكرم توفيق وعودة مهمة جدا لأكرم توفيق واحد من افضل لعبين اللي كانوا موجودين في منتخب مصر وفي النادي الاهلي قبل الاصابة اكرم توفيق النهاردة لما نشوف علي معلول نشوف محمد اشرف الدبيس كريم الدبيس اللي انتقل من ودي ديجلة لما نشوف افضل خط وسط موجود في افريقيا كلها عمر السولية حمد فتحي ديانج مش ده النهاردة طلع للنهاردة افضل لعبة افضل من اللعبة دي موجودة في مصر كلها في افريقيا من عمر السولية وديانج وحمد فتحي النهاردة مين افضل من افشة ولا محمد شريف النهاردة لما يكون موجودة على الاطراف طاهر محمد طاهر احمد عبدالقادر حسين الشحات برسي تاو انا عشان منساش حد بس والنادي الاهلي ابرم صفقات مهمة سافيو سافيو لكل ردود الافعال عليه ايجابية جدا خلال فترة الاعداد الاعداد شاد حسين واحد من اللعيبة المهمة جدا اللي انضمت للنادي الاهلي مصطفى سعد والنادي الاهلي زي ما بيعمل صفقات زي ما بنقول فوق السن ايضا صفقات صغيرة السن علشان بيبص للمستقبل ولعيبة خمات جيدة ولعيبة قدت اداءا حسنا وبلاءا حسن في الدوري هو ده سكواد النادي الاهلي السكواد الافضل في مصر وفي افريقيا النهاردة العملية مش بالكم ان انا بابرم حوالي عشر صفقات لكن ممكن النهاردة اركز في تلت اربع صفقات زي ما النادي الاهلي عمل وممكن اللعيبة دي تكون اضافاء كبيرة جدا بصفوف النادي الاهلي وقلنا بالورقة والقلم اللعيبة الموجودة وحسام حسن نسينا نقوله النهاردة في المهاجمين محمد شريف وشاد حسين دي كلها اللعيبة المهمة في النادي الاهلي النادي الاهلي كل المراكز متأمنة متتأمنة بلعيب واثنين وثلاثة واربعة الحاجة التانية ودي حاجة مهمة جدا ودي قلية العمل داخل النادي الاهلي النادي الاهلي كان ماشي في طريقه وبيبرم صفقات لما تعاقد مع مدير فني كولر النهاردة النادي الاهلي هيفضل يبرم صفقات بدون الرجوع للمدير الفني لا طبعا ما المدير الفني هو النهاردة المسؤول عن الفريق هو اللي شايف وهو اللي سايق وهو اللي يقدر يقول احتياجاته خلال الفترة السابقة كولر شاور على لعيب قال أنا عايز اللعيب ده النادي الاهلي خلال الفترة دي بينهي الإجراءات مع هذا اللاعب تاني كولر شاور على لعب قال أنا عايز اللعب ده إدارة النادي الاهلي بتخلص في اللعيب ده وبتنهي كافة الترتيبات معاه ومدياله السماح ليوم عشرة لو أي لعيب تاني انت محتاجه قل لنا وان شاء الله خلال فترة الأيام القائلة القادمة نقدر نخلصه لك الراجل قال أنا عندي فريق محترم في كل المراكز عندي لعيبة كافية لو احتاجت حد هبلغه قبل انغلاق الموسم أو القيد هو ده العمل داخل النادي الاهلي أهم صفقة برضو إراحة اللاعبين إراحة اللاعبين اللي احنا ما شفنهاش بقالنا تلات أربع مواسم تلات أربع مواسم لعبة ما ريحتش النهاردة لما لعبة تريح وعودة أكرم توفيه وعودة المصابين وتبدأ تعمل فترة إعداد وسفي وكون موجود وشاد حسين ومصطفى سعد ما دي كلها صفقات للنادي الاهلي الناس اللي قلقنا وبتقول ده النادي الاهلي خسر الدوري سنتين فكان لازم التدعمات تبقى قوية والله لو بيلعب منشستر سيتي بيلعب برشلونة بيلعب ريال مدريد أفضل فرق العالم في اتحاد في أحمد مجاهد وواليد العطار وعصام عبد الفتاح وواجه أحمد لا يخسر الدوري عشر سنين طب ليه النادي الاهلي كان بيحصد كل البطولات الأفريقية ليه النادي الاهلي بياخد بطولة أفريقيا سنتين وربعات والصبر الأفريقي سنتين وربعات وياخد تالت العالم سنتين وربعات علشان ما فيش أحمد مجاهد ولا فيه وليد العطار ولا فيه وجيه أحمد ولا عصام عبد الفتاح النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي هيرجع أقوى وأقوى بفضل الله ثم جمهوره ثم اللاعبين اللي هيبع عندهم إصرار وعزيمة كبيرة ان شاء الله خلال الفترة اللي جاي أيضا برضو من ضمن الصفقات والنادي الاهلي دايما نعينه على الدرجة الأولى في لعيبة كبيرة تقدر تفيد النادي الاهلي برضو عينه على صفقات في قطاع الناشئين صفقات لقطاع الناشئين دي بتبقى حاجات للمستقبل لعيبة للمستقبل بنتكلم فنيا واستثماريا لما تتكلم النهاردة ونقدر النادي الاهلي بيجيب ست لعبين من ودي دجلة في سن صغير هل دا يقلل مقطاع الناشئين والعناصر الموجودة مقطاع الناشئين لا دا بالعكس أنا بقوّل مقطاع الناشئين بتاعي النهاردة اللعيبة دي لما اشتريها بمبالغ قليلة دلوقتي ولا اشتريها بعد كده لما تبرز في الدور الممتاز بعشرين وتلاتين واربعين مليون لا الافضل دلوقتي اشتريها بمبالغ قليلة تلعب في قطاع الناشئين تتعلم يعني روح الفنيلة الحمرة وتلعب مع النادي الاهلي ومن وقت الاخر تطلع تصعد مع الدرجة الاولى وتلعب مع شات ودية ودايما يكون العين عليها هي دي سياسة النادي الاهلي وهو دا اللي عاملوا النادي الاهلي مع ست صفقات من ودي دجلة هقولهم لحضراتكم برضو ست لعبين من ودي دجلة اللي بدأوا بالفعل ينتظموا في تدريبات النادي الاهلي لو عندنا صورهم يا شباب ياريت نعرضها برضو احنا من الكامل كريم الدبيس ودا موليد 2003 ودا لاعب بيلعب باكليفت عندنا عبد الرحمن رجدان موليد عبد الرحمن رجدان 2003 وبيلعب مساك عندنا احمد زعلوك دا مهاجم 2005 وياسين عاطف 2007 راس حربة وعبد الرحمن مانو 2008 هافليفت وحسن مصطفى 2008 باكريم فيه تنوع النهاردة في اللعبة اللي اختارة النادي الاهلي تابعها من خلال الدوريات وشفهم وتابعهم وادر يضموهم بلقطاع الناشئين بنادي الاهلي وبالفعل اللعبة دي بالفعل اللعبة دي نزلت تدريبات النادي الاهلي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في ملاعب الناشئين بمدنية نصر وهتكون اضافة كبيرة والنهاردة بأكد على الكلام ده لما اشتري اللعبة دي بمبالغ قليلة دلوقتي افضل ما اشتريها بعشرين وثلاثين واربعين مليون بعد كده بعد سنة ولا سنتين ده عايزة ارد على الكابتن خالد الغندور اللي طلع وقال ان النادي الاهلي ضم الصفقات دي عشان عنده قطاع ناشئين ضعيف لا يا كابتن خالد النادي الاهلي عنده قطاع ناشئين قوي الدليل اول حاجة ان النادي الاهلي من خمس بطولات جمهورية في الموسم الماضي حصد ثلاث بطولات من الخمسة وفي المقابل نادي الزمالك لم يحصد اي بطولة في الخمسة الحاجة التانية النادي الاهلي صعد ناشئين للدرجة الاولى وشفنا العدد الكبير اللي لعب مع النادي الاهلي في الفريق الاول وشفنا عدد كبير من اللاعبين اللي تأيد في افريقيا مع النادي الاهلي في المقابل نادي الزمالك يا كابتن خالد واحب افكر حضرتك ان اهم لعيب في نادي الزمالك هو موليد 2006 عمر خض واحد من اهم من نشئين موجودين في سنه في مصر نادي الزمالك باعه النادي زد وانت طلعت ما تكلمتش وتقول ان احنا عندنا موهبة لازم نحافظ عليها في نادي الزمالك والسنة دي نادي الزمالك بيسعى انه يشتري يوسف حسن مهاجم ودي دجلة طب وانت النهاردة لما تشتري لنادي الزمالك بحلوا ليك ووحش لينا والنهاردة وانا باخد كل البطولات في النشئين لا دا كان كلام خاطئ من الكابتن خالد الغندور حبينا بس نوضح له كل الامور